الفوز لأول مرة شعور لا يقدره إلا من قضى مسيرته يحلم بالنصر والوصول لمائة وعشرين عاما نتحدث عن فريق باير ليفركوزن الألماني الذي توجى بلقب الدور الألماني لكرة القدم للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1904 بعد تغلبه طبعا على ضيفه فيردر بريمن 5-0 البارحة الأحد ضمن المرحلة التأسعة والعشرين منهيا هيمنة بايرن ميونيخ المستمرة لأحد عشر موسمان افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس أفضل هداف في صفوف ليفركوزن التسجيل بالدقيقة الخامسة والعشرين من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى الفار عقب عرقلة من الأرجنتيني خوليان مالاتيني على المهاجم يونس هوفمن وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الستين عزز لاعب الوسط السويسري المخضرم جرانيت تشاكا الهدف الثاني من خلال تصويبة مميزة إثر تمريرة حاسمة من بونيفايس ليأتي بعدها صانع الأهداف الألماني الدولي المميز فلوريان بيرتس ليضيف ثلاثة أهداف أي هاتريك في الدقائق الثامنة والستين والثالثة والثمانين والتسعين مشاهدين الهدف الخامس الذي سجل بالدقيقة التسعين من عمر المباراة دفع الجمهور إلى اقتحام الملعب للاحتفال بهذه النتيجة ما دفع الحكمة لإطلاق صافرة النهاية قبل انتهاء الدقائق الإضافية بعد التسعين لبدء الاحتفال بهذا الفوز الساحق والمستحق باللقب لأول مرة لنستمع لما قاله المدرب الإسباني تشابي ألونزو مدرب نادي باير لفركوزن بهذا الفوز الثمين these are the mostringsلidad when we realize how important this is how and the way it has been not just for the results as way they the way the team has played through all the season i think that it's totally deserved and I'm really happy to to be part of it with pleasure and i think that we deserve to enjoy it tonight what we had today is the game in spring in fu Officer W� BEC lớn هذه النتيجة رفع باير ليفر كوزن رصيده إلى 79 نقطة في قمة ترتيب المسابقة متقدما بفرق كبير ب 16 نقطة عن وصيفه بايرن وشتوتكارت طبعا تأهلهم المستحق دفع عشق النادي من العرب للتعليق عزيز يقول يستاهلون خذوا الدور بجدارة واستحقاق أما حساب القلم الأخضر المحترم يقول شوفوا هذا جمهور فريق لأول مرة يحقق الدور وعندنا فرق هنا مسوية عالمية وما أحد قدها وتبغى أحد دايما يدلعها ويدللها وأخرى تجيب لاعب عشان يشهرها وهم جمهورهم ما يحضر إلا عشر تالاف مثل هذه الأندية وجماهرها هي الأحق بالدعم أما غالب فيقول ثلاثون عاما أشجعهم وأخيرا تحقق الحلم يستحقون الكأس بجدارة وحتى الحكم استسلم وصفر في الدقيقة التسعين ونسي الوقت الإضافي خالد في تدوينه يقول بطل الدوري وبدون خسارة برافو تشابي لونزو حقا مدرب رائع هو واللاعبون وهذه ليفر كوزن طبعا مشاهدين لم يفز بلقب الدوري الألماني لأول مرة فحسب بل أصبح أول فريق يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في أول 29 مباراة من الدوري كما بات صاحب أعلى عدد من النقاط في موسم واحد أما على الصعيد الأوروبي فقد حافظ ليفر كوزن على سجله الخالي من الهزيمة لمباراة الثانية والأربعين لجميع المسابقات هذا الموسم وأصبح بحاجة لتفادي الهزيمة أمام ويست هام يونايتد في مواجهة الإياب بدوري الثمانية بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل لمعادلة رقم يوفينتوس القياسي بين فرقي بطولات الدوري الخمس الكبرى